برّع ياحوثي وإرحل ياحوثي عبارات أصابت الميليشيا الإرهابية بالذعر والاستنفار الأمني فبعد المحاولة المستميتة لاحتوائها في قلب العاصمة صنعاء تمددت إلى محافظة إب وسط البلاد مصادر محلية أكدت أن عشرات الشعارات والعبارات المناهضة لميليشيا الحوثي ظهرت في عدد من شوارع العدين ومنطقة جرافة ليجنى جنون الجماعة الإرهابية حيث شنت حملة اختطافات استهدفت عددا من الشباب غير الموالين لها إثر انتشار الجداريات الجديدة وسط مدينة إب ومنعت التجوال بعد الساعة الثانية عشر من ليل الاثنين وصباح ثلاثاء الماضيين واعتقلت المخالفين واقتادتهم إلى جهة مجهولة الشعارات المناهضة للميليشيا التي انتشرت مؤخرا في محافظات الصنعاء وذمار وإب وفق مراقبين أداة تغيير المنكر الحالية للمواطنين ضد سياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين منذ سيطرتها على عدد من المدن بقوة السلاح رغم أنها دخلت في سبتمبر 2014 بذريعة إسقاط الجرعة حيث كانت الدب البنزين بأربعة آلاف والاستوان الغاز بألف وخمسمائة ريال وإذ بها ترفع أسعارها الرسمية إلى أربعة أضعاف دون توفيرها في محطات التعبئة ليضطر المواطن إلى البحث عنها بعشرات الأضعاف في السوق السوداء التابعة لقيادات حوثية شعارات إرحل يا حوثي ما هي إلا دخان يخفي نارا وبراكين غضب سيأتي موعد انفجارها قريبا لتطغى وتكتسح الطاغي وتلتهم وليجد الميليشيا استنفارها الأمني لاحتوائها كما هو حاصل مع الشعارات والجداريات الحالية فقد امتلأ كأس العلقم الذي جرعته الشعب بانتظار القتل التي ستفيض الكأس للانفجار الكبير والمرتقب في وجهها